التغدم الاقتصادي في الكويت يسير ببطء كالسلحفاه مغارنة مع جيرانها في الخليج هذا ما أكده تقرير لموقع المونيتور لكن التقرير يستدرك ويؤكد أيضا أنه على الرغم من البطء الذي تسير به عجلة التنمية إلا أن الكويت تملك خطة استراتيجية وتنفذها بثبات ومن دون ضجة وقال التغرير أن الكويت استبدلت الركود والصراع السياسي الذي ضرب البلاد في فترات زمنية سابقة بتصميم هادئ وجهد كبير لشق طريقها الخاص نحو المستقبل من دون الأضواء الصاطعة والضجة الإعلامية التي تستخدمها دول أخرى وأشار الموقع إلى تركيز الكويت على عدد من الأسس للتطوير أبرزها البنية التحتية رأس المال البشرية، التمويل، الإدارة العامة، الرعاية الصحية والبيئة حيث تحرز البلاد تقدما هادئا ومهما في آن معا في تلك الغطاعات إلى جانب ترقية البورصة والتي وضعتها على خارطة الأسواق العالمية حيث حصلت البورصة على المركز الرابع عالميا في العام الحالية من حيث الأداء وأضاف التغرير أن الحكومة الكويتية تعمل أيضا على تحديث قوانين الإفلاس بهدف حماية المستثمرين كما تعمل على خصخاصة بعض الكيانات الرسمية لدعم الاقتصاد غير النفطي على المدى الطويلة وأوضح التغرير أن الكويت تسعى لتأسيس مركز تجاري إغليمي غير مرتبط بالنفط ولتحقيق ذلك يتعين عليها السير بشكل أوثق مع آسيا بشكل عام والصين بشكل خاص وخالص التغرير إلى أن الكويت تحاول صياقة طريقها التنموية الخاصة وتنسيق مصالحها مع القوى العالمية مثل الصين مع الحفاظ على علاقاتها الإغليمية وتحالفها مع القرب تطوير الاقتصاد في البلاد يشكل خطة من مجموعة خطة كويتية لعادة هندسة اقتصاد البلاد من أبرزها رقبة الهيئة العامة للصناعة في إقامة منشآت صناعية ثقيلة من خلال توفير مساحة لمدن صناعية جديدة تندرج ضمن المخطط الهيكلي الرابع للدولة للنهوض بها نحو اقتصاد متقدم ومزدهر إضافة إلى تحقيق أهداف رؤية كويت عشرين خمسة وثلاثين